تتصاعد المخاوف في أوساط كيان الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد فلسطيني محتمل خلال شهر رمضان المبارك الإعلام العبري تحدث عن حالة من الاستنفار لدى الأجهزة الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال لمنع مثل هذا التصعيد سواء أكان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الشاباك يحذر والجيش يحذر والشرطة تحذر الكل في تل أبيب يحذر من تفجر الأوضاع في رمضان وما بعد هذه التحذيرات تحركات على مستوى عال لقادة الاحتلال السياسيين والعسكريين بين رمالة وعمان وواشنطن تخوفات إسرائيلية من تكرار سيناريو ما حدث في رمضان الماضي خلال رمضان المقبل تحذيرات من تفجر الأوضاع في الداخل المحتل وتصعودها في الضفة الغربية والقدس فيما أكبر المخاوف من تحرك المقاومة في غزة كل ساحات الوطن المحتل هي ساحات مواجهة وعلى إسرائيل على المستوى السياسي والأمن والعسكري أن يدرك بأن إسرائيل لن تنعم في السلام مدامت تحت الأراضينا وبالتالي على إسرائيل وعلى الأوروبيين وعلى الولايات المتحدة أن يدركوا بأنه لن يكون هناك استثباب للأمن لن يكون هناك سلام لن يكون هناك تسوية ولن تنعم إسرائيل بالسلام مدامت تحت الأراضينا وبالتالي في رمضان وفي غير أشهر رمضان على إسرائيل أن تدرك بأن المقاومة مستمرة سواء مقاومة في قطاع غزة المقاومة المسلحة العسكرية أو المقاومة المدنية السلمية مستمرة الاحتلال اليوم متخوف من اشتعال الأوضاع في الأقصى وباب العمود والضفة الغربية تخوفاته تقوده لاجتماع سيعقد خلال اليومين المقبلين بين وزير أمنه الداخلي عمير بارليف والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله تتذرع تل أبيب بمنحها تسهيلات للفلسطينيين لممارسة شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى في المقابل هي تواصل حماية المستوطنين في اقتحاماتهم للمسجد يعني باعتقاد الشخص قراءة إسرائيل مبنية على الأحداث على الأرض بمعنى منذ صيف القدس إلى اليوم لم تهدأ لا الضفة ولا القدس ولا حتى الداخل المحتل المخاوف وقت التقديرات الشباك حقيقية لأن الجبهات الفلسطينية كلها مشتعلة وباعتقادهم أمام أزمة حقيقية مفاده أن الفلسطيني بعد 74 عام من الاحتلال بات أكثر إيمانا بحقه ويتجه حقيقة للانفجار بوجه الاحتلال صار رمضان رعبا لدى تل أبيب العام الماضي اشتعلت الساحة الفلسطينية برمتها في مناطقها الأربعة ودكت المقاومة مستوطنات الداخل المحتل بعشرات الصواريخ انتصارا للأقصى الذي كان يستباح ولحي الشيخ جراح تحركت الضفة وقتها وانضمت داخل المحتل الهبة أيضا فكانت سيف القدس وكان عدوان الاحتلال على غزة الظروف في رمضان لهذا العام ما زالت على حالها ولم تتغير الجديد فقط أن المقاومة الفلسطينية فرضت معادلتها ووضعت حكومة نفتال بينت في خانة اليك إما الانصياع للمستوطنين أو منعهم وفي الحالتين فإن لدى الفلسطينيين اليوم معادلة خاصة من فلسطين المحتلة حافظ ابو صبرى رؤيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة